عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقارة وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقارية دفعا لنشاط تصدير العقارة وبما يسهم في زيادة العائد من النقد الأجنبية مضيفا أن الحكومة تولي اهتماما بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع